مجلس الوزر النهاردة في اجتماعه الاول ناقش خطاب تكليف رئيس الجمهورية واهم ما جاء في الاجتماع ناقش قرار رئيس الجمهورية بشأن حالات واجراءات الطعنة امام محكمة النقد كما ناقش اجراءات وزارة الاستثمار والاجراءات اللي هتتخذ خلال هذا الشهر شهر اكتوبر القادم ده لجبأ الاستثمارات دمج الوزارات ليكون الاداء على قدر الامكان بكفاءة في الاداء وسرعة في الانجاز وسيكون هناك نواب لكل وزير انا مش مقتنع بالكلام ده اوي بس انا بقوله يعني هم عملوا كده بس انا مش مقتنع ان اللي حيحلها ان عملت وزارات والغيت وزارات في حكومة عمراء صير اوي لحد الانتخابات البرلمانية حل حاجيب نائب وزير ويحليلي التعليم الفني والتاني يحليلي العشوائيات بعد ما كان هنا وزير وهنا وزير بس ماشي يعني مش هنحملهم اكتر مما يحتملهم وما لهمش دعوة الحكومة هتحط جدول زمن لكافة المشروعات القومية المهندس شريف اسماعيل قال تعليقا على الفرق بين حكومة المهندس محلب وحكومته ان حكومته ستتواجد في الشارع والمواقع المختلفة وفي المكاتب ايضا ولكن لابد ان يكون هناك توازن بين الاتنين الحكومة كلفت اليوم خلال اجتمع وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية بالتنصيق مع اللجنة العلية لانتخابات لمراجعة الاستعدادات من حيث التأمين وبطاقات الانتخابات علشان خارطة الطريق والاستحقاق الثالث النهاردة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء عقد الاجتماع الاول للمجموعة الاقصادية برئاسته وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة وناقش رئيس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الجديدة اضافة الى اجراءات تفعيل الاتفاقيات والتعاقدات التي وقعت علي مصر بالمؤتمر الاقتصادي رأيي اذا كان لي نصيحة من اخوك الصغير يا سيد رئيس الوزراء الحكومة دي ما تطلعش تتكلم الا اللي هتعمله مش عايزين خطوط واسعة وكلام كبير ما انا عايزين هيتم في مشروعات المؤتمر الاقتصادي اتنين هما كذا وكذا الباقي هنتنجد شي بعد اربع شهور الدنيا تبقى واضحة كل وزير يحدد هو هيعمل ايه في المدة اللي قاعدها لحد ما نيجي بعدها ونشوف من اللي يستحق يكمل ومن اللي ما يستحقش يكمل والبرلمان هو اللي ساعاته حيبقاله قد دور في ده يقول الوزير ده كان كويس قوي الوزير ده مش كويس لكن الكلام الكبير والعايم اللي احنا غرقانين فيه ده الدوامات دي بلاش منه والوزراء ما يطلعوش كتير غير اذا كان عندهم ما يقولوه الوقت ده يا قوي ومحتاج شغل الناس محتاجها تشوف انجازات الوزراء